دعت وزيرة البيئة المنصق الوزري ومبعوث مؤتمر المناخ ياسمين فؤاد الجميع لتغيير المفهوم الخاطئ بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعرقل عملية النمو وأوضحت فؤاد خلال الافتتاح رفيع المستوى ليوم الحلول أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030 أضفت أن التحول للاقتصاد الأخضر يتيح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون كما أن الاستثمار في البنية التحتية المارنة في البلدان النامية يمكن أن يحقق 4.2 تريليون دولار سنويا ترجمة نانسي قنقر